تكلموا بأفضل كلمة كلمة التوحيد المنجية في الدنيا والآخرة تجعل العبد يدخل في حكم الإسلام بقولها وفي الآخرة إذا كان مخلصا ينجو لكن لما قالوها ظاهرا وأبطنوا على خلافها ماذا كانت النتيجة أيها الكرام المؤمنون كانت النتيجة والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هذا هو أليست المسألة مجرد عمل من الأيال قبلها فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولا مجرد قول لأن الله رد عليهم القول لما فعلوه بغير إخلاص ولذلك قال الله لهم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين أنفقوا رياءا وليس طاعة لله وإقبالا على الله ولا إخلاصا لله سبحانه وتعالى هذا عمل قربان تقرب إلى الله فتقبل من أحدهما وتقبل من الآخر قول كلمة التوحيد لكن بغير إخلاص فردت عليهم كذلك إنفاق بغير إخلاص لله سبحانه وتعالى ويبتغي به الرياء والسمعة وأنفق ليقال كريم أو جواد أو ما شابها فكذلك رد عليه ذلك لن يتقبل منكم إذا فعلتم ذلك رياءا وسمعة قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين والعياذ بالله وكذلك قال الله عز وجل في شأن المنافقين فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا حتى في باب الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الأمر أن الله لا يريد منهم طاعة هذه الطاعة المخلوطة بالنفاق التي لا يوجد فيها إخلاص لا يحبها الله سبحانه وتعالى طاعة معروفة لا تقصم طاعة معروفة ليس فيها إخلاص ولا إنابة ولا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى إنما هي رياء وسمعة وإبطان على خلافه ذلك يبتن الكفر ويظهر الإسلام ويظهر الإسلام هل قبل الله عز وجل منهم زادك على الرغم من أنهم خرجوا الله يقول لنبي صلى الله عليه وسلم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوة إنكم رديتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين يعني وصل بهم الأمر بسبب بغضهم لطاعة الله عز وجل وإذا فعلوها فعلوها كسالة وهم لا يحبونها ولكنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وصل الأمر إلى أن الله كره طاعتهم كره طاعتهم عن رغم في باب الجهاد يحتاج في باب الجهاد إلى العدد إلى العدد حتى يخرجوا يكثروا سواد المسلمين فمعظم الحروب التي خادها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون قلة الحروب التي خادها الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون قلة والمشيكون كثرة يخرجوا يكثروا العدد لا 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 حتى في هذا الموت لا يريد الله منهم ذلك لن تخرجوا معي أبدا ولم تقاتلوا معي عدو إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين فهذا يبين لنا خطورة الأمر أيها الكرام وأن الأمر ليس مجرد ادعاء وليس مجرد عمل العبادة لا بد أن تكون كما أرادها الله سبحانه وتعالى أن نفعلها كما أرادها الله عز وجل لا يعبد الله إلا بما شرع فتكون العبادة فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كما أشرت أنفا لا يعبد إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إن معنى العبادة التعبد التذلل الخضوع الإنقياد لله سبحانه وتعالى أفعل ما أمرني به ربي أنا عبد لله سبحانه وتعالى أيعقل أن يأمرني بشيء وأنا أتقرب إليه بما أريد وليس بما يريد هو سبحانه وتعالى أو أن أحدث في العبادة ما ليس منها وقد نهاني عن ذلك سبحانه وتعالى فعلينا أن نعرف أن أغلى شيء في حياتنا هي العبادة التي نقدمها لله سبحانه وتعالى نحن نسترضي بها الله جل وعلا نسترضي بها الله عز وجل نفعلها لعل الله يرضى عننا جل وعلا لسان حال العابد الذاكر الطائع لله سبحانه وتعالى لعلك ترضى لعلك ترضى فيتعبد لله سبحانه وتعالى بما يرضيه وفيحرص على أن يقدم العبادة على أحسن صورة ولن تكون حسنة إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه إذن الله قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركة وعن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه تركته وشركه يرد على الإنسان هذا العمل فالإخلاص الإخلاص أيها الكرام هو سبيل القبول عند الله سبحانه وتعالى ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة الرجل يقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لي تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله هذا هو هذا هو المقبول عند الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يقبله الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه هذا واضح صريح إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه فعلى الإنسان أن ينظر أين هو من ذلك ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم العبدون نؤدي العبادة والطاعة لله عز وجل كما أمر الله عز وجل سبحانه وتعالى نؤديها بمتابعة كثر هم الذين ظلوا الطريقة بسبب عدم متابعتهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول علمنا أن نقول أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعقل أن نبتعد عن الأذكار والأوراد والعبادات التي تقرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وننتقل إلى أوراد أخرى وعبادات أخرى أيعقل هذا أيها الكرام وخير من عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم المطلوبة منا هي متابعة ظاهرة ومتابعة خفية متابعة جالية ومتابعة خفية مهم جدا أن بعض الناس قد يهتم بالمتابعة الظاهرة ولا يلتفت إلى المتابعة الخفية بمعنى المتابعة الظاهرة أن تصوم كما صام رسول الله صلى الله وسلم تصلي كما صلى رسول الله تنظر إلى صفة صلاة النبي صلى الله وسلم صفة صوم النبي صفة الحج صفة العمرة وهذا مهم جدا أن تتبع هديا النبي في ظاهر العبادات كما فعل قال رسول الله صلى 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 الله صلى